تميزت العلاقات الروسية الأمريكية عبر التاريخ بالندية لكنها في السنوات الأخيرة زادت حدة وتوترا ومع تغيير ساكن البيت الأبيض تبقى السياسة الأمريكية تجاه روسيا ثابتة كعدو استراتيجي في المقابل تبقي موسكو الباب مفتوحا أمام واشنطن لتحسين العلاقات على الرغم من إدراكها أن سقف الطموحات ليس عاليا في ظل اختلاف الرؤى بين البلدين فيما يخص تغيير القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أن الأمر سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لنا أجزم أنه سيكون كالمعتاد علينا أن نفهم مكامل الصعوبات والتهديدات التي نواجهها وأن ننظم عملنا بشكل مناسب في قطاع الاقتصاد وزيادة قدراتنا الدفاعية الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض لأخطر اختراق إلكتروني في تاريخها وأصابع الاتهام تتجه مرة أخرى نحو الاستخبارات الروسية تقارير إعلامية أفادت بأن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يبحث خيارات قوية لمعاقبة روسيا فور أن تطع قدماه البيت الأبيض لم يكن أي تقدم في العلاقات الأمريكية الروسية بل بالعكس كانت عقوبات فردت على روسيا يعني كان هناك محاولات مختلفة لعرقلة النشاط الروسي يخلف وجو بايدن سلفه ترامب ويريث ملفات شائكة مع موسكو فبايدن في نظر الروس يلقب بعراب الثورات الملونة ما يعني استمرار الخلاف بخصوص الملف الأوكراني أما سوريا وليبيا وفنزويلا وسباق التسلح والأمن السيبراني فهي ساحات ستشهد تنافسا كبيرا بين البيت الأبيض ولكرملين أعتقد أن العلاقات الروسية الأمريكية بقيادة بايدن ستشهد مزيدا من العقوبات على روسيا بسبب قضية القرم والهجمات السيبرانية الأخيرة بالإضافة إلى الاختلاف بين روسيا وأمريكا على مختلف القضايا الدولي وعلى الرغم من الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة تؤكد موسكو استعدادها تحسين العلاقات إذا تخلت واشنطن عن سياسة التهديد والعقوبات والتزمت بالعمل وفق القوانين والمواثيق الدولية يشهر الرئيس الأمريكي جو بايدن عصى العقوبات في وجه روسيا في المقابل يتمسك بوتين بمبدأ المعاملة بالمثل ما يعني بأن العلاقات بين البلدين ستستمر في التوتر توتر يرى فيه الخبراء بأنه سيؤثر بالسلب على الملفات الدولية والإقليمية يوسف بيقار الغد موسكو